أولى محطاته حديث عن كرس القدم المغربية أخبار المنتخب المغرب الأول حيث يواصل منتخب أسود الأطلس تحضيراته مركز محمد السادس لكرس القدم بالمعمورة ضمن التجمع الإعدادي ترقبا لمشاركته في نهائية أمم إفريقيا لكرة القدم التي تنطرق في الثالث عشر من الشهر الجاري بالكود ديفوار الأسود تحت قيادة الناخب المغربي وليد الرجراجي أجروا أمس حصة تدريبية جديدة شهدت حضور جميع اللاعبين بمن فيهم أشرف حاكيمي الذي حظي باستقبال خاص عقب تتويجه أول أمس مع فريقه باغيسون جيرمان الفرنسي بلقب كأس السوبر الإسباني الحصة حضرها أيضا حارس عرين الأسود ياسين بونو بونو الذي تحدث عن الأجواء داخل تجمع المنتخب أسبوعا تقريبا قبل انطلاق النهائية للإشارة بعثة المنتخب المغربي ستتوجه بعد غدين الأحد إلى مدينة سان بدر الإفوارية حيث سيخوض أسود الأطلس منافسات الدور الأول ضمن المجموعة السادسة التي تضم منتخبات تنزانيا زامبيا والكونغو الديمقراطية